المترجم للقضاء البحث عن قضاء العلامات بشكل مفصل هل هذا عمل صحيح أم لا طيب الحمد لله رب العالمين وصليه وسلم على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا شك أن طلب ليلة القدر وتحريها أمر مشروع وهو مما تتشوف إليه نفوس المؤمنين وذلك أن الله جل وعلا جعل في هذه الليلة من الخصائص القدرية والخصائص الشرعية ما يوجب نشاط النفوس لاستقبال وتطلب موافقة تلك الليلة المباركة فالله تعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر ثم يقول وما أدراك ما ليلة القدر جاء بعد ذلك شيء من البيان والتفصيل في منزلة هذه الليلة يقول ربنا ليلة القدر خير من ألف شهر وهذا المتكلم به رب العالمين العالم بفضائل الأزمنة والأمكنة ليلة القدر خير من ألف شهر ثم بيّن شيئا من خصائصها الكونية قال تنزل الملائكة والروح فيها وهو جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر يعني بكل ما يقضيه ويقدره الله تعالى في هذه الليلة سلام هي حتى مطرع الفجر هذه الليلة التبوت هذا المنزل وهذا المكان لا بد أن تتشوف إليه النفوس ولذلك لا تعجب أن تتعلق النفوس بكل ما يدل على هذه الليلة لكن ينبغي الترشيد وعدم الجزم بأكثر مما جاءت به السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أريت ليلة القدر وإني أنسيتها كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعدني الخدري وغيره وهذا يدل على أن ليلة القدر حديث عائشة وابن عباس جماعة من الصحابة نقول ذلك عن نبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا أن الرؤى تكون دلالة على ليلة القدر بل أبعد من هذا هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ورؤياه حق الصحابة وهم أفضل وجيل رضي الله عنهم يقول ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر معنى هذا أن الرؤى كانت كثيرة ومتعددة ومتباينة أيضا لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تلك الرؤى وحصرها في السبع الأواخر لكنه لم يجزم بليلة الذي نشاهده الآن هو أن بعض من يرى يجزم أو تبعث رسائل العلامة فلان كما هو المشهود رآها وهي في الليلة الفلانية هذا لا سبيل إلى الجزم بهذا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم والذين رأوهم أشرف الخلق وسادات الدنيا بعد الأنبياء وهم أصدقوا الناس حديثا وهم الصحابة ما جزم برؤية واحد منهم بل ماذا قال؟ قال أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت هذا رآها سبع وعشرين هذا خمس وعشرين هذا تسبع وعشرين هذا ثلاث وعشرين فقال في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر فهم بغل حرص على عدم الجزم وأنا أنبقوا أن الجزم سيئات أكثر من منافع لأنه اليوم تجيك رسالة ليلة القدر تنشط بكرة تضعف ثم تأتيك رسالة أخرى تقول أي يوم أصدق هذا أو ذاك فينبغي عدم الدخول إلى هذا المجال ونتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم النتيجة من يقدمها لنا؟ رسول الله يقول أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر مرحبا لكم في السبع الأواخر